كان هناك مشكلة في الزوم ولا ايه الاشكال لا ممكن انا احنا في لا انا عارف يا شيحا انا خلاص نبدأ نعم نبدأ ان شاء الله طيب اعطيني الاذن با اللي هو مشاركة الشرائح امضل افضل يا شيحا تستطيع على الان نعم الشرائح الان ظاهرة على الشاشة. نعم نعم نحن كنا قد انتهينا من الحديث عن المثلين الصغير. برغو الله عليكم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين. بفضل الله عز وجل كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن المثلين الصغير. وعرفنا ان الاصلة في حكم المثلين الصغير. هو الادرام قولا واحدا الا في حالتين. الحالة الاولى ان يكون الحرف الاول منهما حرف مد نحو قول الله تعالى قالوا وهم او قول الله تعالى في يوم. والحالة الثانية ان يكون الحرف الاول منهما سكت. وهذا لم يأتي في كتاب الله عز وجل سوى في موضع واحد هو موضع سورة اه الحاقة. وقلنا ان هذا الموضع فيه وجهان وصلا. الوجه الاول هو الاضغار مع السكت والثاني هو الاضغام مع عدم اه السكت. نبدأ اليوم مستعينين بالله عز وجل في المثلين الكبير. المثلين الكبير. وطالما قلنا مثلين كبير نأخذ من ذلك معلومتين. المعلومة الاولى ان الحرفين متماثلين. والمعلومة الثانية ان كلا الحرفين متحرك. ان كلا الحرفين متحرك. نأخذ امثلة على ذلك من أمثلة ذلك قول الله تعالى فيه هدى فيه هدى المتحركة والثانية متحركة هذه مكسورة وهذه مظلومة إذن فهذا وهذه فهذا مثلين كبير نقول فيه هدى طيب فزع عن كذلك عين وعين هذه متحركة وهذه متحركة فهذا مثلين كبير قول الله تعالى الرحيم مالك كذلك هذين مثلين هذه من مكسورة وهذه من مفتوحة شكرا لكم 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 dua-duanya mutahari dan di dalamnya ada huruf yang sama, yaitu H dengan H, dua huruf yang dalam keadaan bersama dan kemudian berharokat yang kemudian adalah fuzzi'a'an disini ada Ain dengan Ain dan dua-duanya dalam keadaan berharokat kemudian arwahimi malik disini Mim dengan Mim dan dua-duanya dalam keadaan berharokat ini adalah dua H yang kita ketahui kedua-duanya dua-duanya dalam keadaan berharokat dan dua-duanya adalah huruf yang sama maka dinamakan dengan huruf yang mislain kabir, ha amishahana terima kasih telah-duanya dan berharokat dan terima kasih telah-duanya berharokat dan menyebabkan menyebabkan المقصود بالاختلاس أو الاختلاس كما يعرفونه ويقولون هو تبعيد الحركة بمعنى أنك تأتي ببعض الحركة لا تأتي بالحركة كاملة أو كما نقول هو الإتيان بثلثي الحركة يعني لو أننا قمنا بتقسيم زمن الحركة إلى ثلاثة أقسام قمنا بتقسيم زمن الحركة إلى ثلاثة أقسام فالمقصود أن نأتي بقسمين فقط من هذا الزمن ونترك القسم الثالث طيب كيف يكون ذلك نقوم بالإسراع بالنطق بالنون المضمومة مع تخفيض الصوت فيها قليلا مع تخفيض الصوت قليلا في النون الأولى فلا تظهرها أو لا تعطيها حقها في الضم فهكذا تقرأ ماذك لا تأمننا على يوسف تأمننا على يوسف فلا تقول تأمننا تأمننا هكذا أنا أظهرتها بدون اختلاس إنما أريد أن أظهرها مع الاختلاس أقوم بالإسراع بالنطق بالنون المضمومة مع تخفيض الصوت قليلا هذين الأمرين الإسراع في النطق بالنون الأولى مع تخفيض الصوت في نطقها قليلا هكذا لا تأمننا على يوسف طيب هذا هو الوجه الأول أما الوجه الثاني فقال الإدغام مع الإشمام طيب أقوم بتوضيحي لحضاراتكم الآن ما المقصود بالإشمام؟ الإشمام كما يقولون هو الإتيان أو الإتيان بالإشارة بالشفتين كمن يريد النطق بالضم دون أن يكون لها أثر على النطق إشارة بالشفتين كمن يريد النطق بالضم دون أن يكون لها أثر على النطق بمعنى أنك كلمة تأمنى هذه النون هي نون مشددة نون مشددة لها زمن معين هو حركتين تنطق هذه النون فتنطقها حركتين تقول تأمنى خلال هاتين الحركتين تقوم بضم الشفتين تضم الشفتين أثناء الإتيان بالنون المشددة أثناء النطق بها طوال الحركتين وعند الانتهاء من النطق بالنون ترجع الشفتين مكانهما مرة أخرى هكذا ما لك لا تأمنى تأمنى إشارة بالشفتين كمن يريد النطق بالضم دون أن يكون لها أثر على النطق لماذا ليس لها أثر على النطق لأن النون الغنة هذه تخرج من الخيشون تخرج من الخيشون فلا ينبال أن يكون لها أثر على النطق بضم الشفتين لا تأمنى هذا هو الوجه الثاني والوجه الأول أن تقفه أمام حضاراتكم مرة تنفة ما لك لا تأمنون على يوسف تأمنون على يوسف تفضل بيك هلين رحب الله كنا سبب يجب أن نتعلم بلاجرين بانخكم داري داري كبير داري داري مثلين كبير مكان هلين رحب الله إظهار هو الأولان هو هلين رحب الله إنها يكون هناك موابعاً باستراتي باستراتي ظنان Yang pertama adalah dengan mengucapkan kalimat takman tersebut dalam keadaan nunnya adalah dengan ikhtilaf. Arti dari ikhtilaf adalah bahwa sebuah harokat ini dikatakanlah adalah 3 per 3. Maka kita menggunakan pengucapan 1 per 3 dari 3 per 3. Jadi kita menghilangkan 2 per 3 dari pengucapan. 2 per 3 dari pengucapan sebuah domah yang ada di dalam kalimat tersebut. Dan kita mengucapkannya seolah-olah pengucapannya tadi dengan ikhtilaf tersebut menyebabkan pengucapan yang cepat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Syekh Lata'amanuna. Dia dipercepat pengucapannya yang menjadikan ikhtilaf. Artinya dari ikhtilaf itu hadirnya kalau sekalian beliau memberikan sebuah penegasan. Artinya adalah pengucapan yang 1 per 3. Jadi 1 per 3 pengucapan. Yang kedua hadirnya adalah izgom dengan ismam. Izgom dengan ismam. Artinya bahwa dia dengan mengucapkan... Dengan tidak mengucapkan hurufnya didomahkan tetapi hanya memberikan isyarat. Tetapi hanya memberikan isyarat dengan pengucapan domah. Dengan memonyungkan murd seperti yang dicontohkan oleh Syekh. Jadi ini nunnya, seolah-olah kita akan mengucapkan nun yang bersyad dada. Seolah-olah kita akan mengucapkan nun yang bersyad dada. Tetapi tidak disuarakan. Alih-alih menyuarakan kita hanya memberikan isyarat. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Syekh. Dengan ismam. Yaitu dengan memunculkan bibir. Memunculkan bibir yang maju ke depan. Dan ini terjadi kita mengetahui bahwa nun ini keluar dari khoisum. Tadi yang disampaikan oleh Syekh. Bahwa nun ini keluar dari khoisum. Dan salah satu sifatnya kita mengetahui dia. Sifat-sifat khoisum tersebut. Yang disampaikan keluar dari pangkal tenggorokan. Yang berkaitan tentang dengungnya. Seperti itu. Maka kenapa dua hal ini terjadi? Maka ini menurut pendapat dari ulama. Dikarenakan penyebabnya salah satunya adalah Makhruj suksum tadi. Sehingga menyebabkan dua pendapat tadi. Cara pengucapan dari kalimat latak manna Dengan memunculkan atau dengan satu. Diyutgumkan atau dengan ismam. Nah, mersyukkana. Nah, betul. الفائدة من الاشمام حتى يعلم ان هذه النون التي ننطقها الان المدغمة كانت في الاصل عبارة عن نونين احدهما النون الاولى منهما مضمومة فلا يظن ان اننا بادغامنا هنا كانت النون ساكنة يعني هذا هو الهدف من الاشارة بالشفتين حتى يعلم اننا ادغمنا نون مضمومة اننا في الاصل ادغمنا نون مضمومة وليس نون ساكنة نوه على هذا قبل ان نلتقل اسمام هي مكتوبة في المصحف بهذه الكيفية التي سنذكرها بعد قليل لكن الآن نريد أن نفهم كيف كان أصل هذه الكلمات يعني هذا ليس استثناء من المثلين الكبير خلاص هو الاستثناء الوحيد هو موضع سورة يوسف لكن هذه الكلمات التي سنذكرها مكتوبة عندك في المصحف بكيفية أصلها كان إدغاما كبيرا لكنها كتبت في المصحف على هيئتها بعد الإدغام على هيئتها بعد الإدغام طيب الكلمة الأولى كلمة أتحاجوني في الله كلمة أتحاجوني هذه الكلمة أصلها أتحاجونني أتحاجونني فأدغمت النون الأولى في النون الثانية وأصبحت أتحاجوني هكذا يعني أصلها أن هذه كانت نون مفتوحة وهذه نون مكسورة فأدغمت النونين في بعضهما البعض وأصبحت نون واحدة مشددة بهذه الكيفية جميل هذا أصل هذه الكلمة كذلك قول الله تعالى مكنني أصلها مكنني أصلها مكنني فأدغمت النون الأولى في النون الثانية وأصبحت مكنني كذلك كلمة تأمروني هذه الكلمة أصلها تأمرونني فأدغمت النون الأولى في الثانية وأصبحت تأمروني بهذه الكيفية الكلمة الرابعة كلمة نعمة هذه الكلمة أصلها نعمة ما طيب هنا إشارة سريعة هذه الكلمة هي كلمة نعمة ما لحظة واحدة كلمة نعمة أريد أن تترجم قبل أن أتفضل شيء هنا طيب كلمة نعمة ما هذا هو أصلها لها كلمة نعمة هكذا طيب الآن أصلها بهذه الكيفية نعمة ما فنريد أن نضغم النون الأولى في الميم الأولى في الميم الثانية فكما تعلمون أن الالدغام الكبير لا بد فيه أولا من إسكان الحرف الأول لماذا؟ لأن الإدغام هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك فلا بد أن يكون الحرف الأول ابتداء ساكنا حتى أستطيع أن أدغمه في الحرف الثاني طيب فنقوم بتسكين الميم فتصبح الآن هذه ميم ساكنة وهذه ميم مفتوحة لكن الذي حدث الآن أن التقت الميم الساكنة بالعين الساكنة فالتقى ساكنين فقمنا بكسر العين للتخلص من التقاء الساكنين هكذا قمنا بكسر العين للتخلص من التقاء الساكنين ثم بعد ذلك أدغمنا الميم في الميم فأصبحت الكلمة كما هي مكتوبة عندك في المصحف بعين مكسورة وهذه الميم مشدلة أصبحت بهذه الكفية نعمة فإذن أصب هذه الكلمة هي نعمة لكن قمنا بإدغامها بهذه الكفية ساكنين خيارة كثيرون selanjutnya حدثنا kita akan memperhatikan apa yang disampaikan oleh شيء tadi bahwa di dalam mushaf ada bagian-bagian yang pada awalnya dia adalah nun adalah dua huruf yang asli secara penulisan kemudian lo dalam huruf huruf tertentu yang aslinya di dalam mushaf kita terlihat dia adalah penggambuan dua yang pada gilirannya menjadi penulisan yang tercantum di dalam Al-Quran contoh di dalam kalimat asalnya kemudian didukumkan nun yang pertama kepada nun yang kedua menjadi kemudian kalimat-kalimat selanjutnya yang tadi diperlihatkan oleh dan kalimat-kalimat tadi yang disampaikan oleh berkaitan tentang huruf-huruf yang pada awalnya dia dua huruf nun yang kemudian akhirnya disatukan dalam contoh menjadi dan huruf-huruf lainnya dalam kaitan ini beliau menjelaskan di dalam salah satu kaitan penulisan di dalam Al-Quran menjadi asalnya adalah asalnya adalah kemudian ini di dikarenakan dua huruf nah ini contoh yang tadi dicontohkan yang kedua adalah makan ni makan nani dan selanjutnya tadi dan kemudian hari disini disini kalimat ni'emma asalnya adalah ni'emma asalnya adalah ni'emma ma kemudian ni'emma ma ini dikarenakan sulitim pengucapan kemudian maka penulisannya di dijadikan ni'emma dengan proses yang diperlihatkan di dalam layar ini yang pertama yang ni'emma yang pertama disukunkan untuk menjadikan bisa diidgumkan kemudian ketika ni'emma yang pertama diidgumkan maka kemudian disukunkan kemudian mim dengan mim diidgumkan mim dengan mim diidgumkan jadi kemudian ain yang 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 tadinya yang tadinya dalam keadaan sakit dihidupkan dengan kasroh maka yang terjadi adalah menjadi ni'emma kemudian mim dengan mim yang diidgumkan jadi pembacaannya menjadi ni'emma ini proses yang terjadi dalam pembacaan atau dalam proses pengalihan huruf yang ada di dalam pengucapan ni'emma asalnya ni'emma asalnya ni'emma menjadi ni'emma sekena jadi ini ini لي المطلق كذلك قوله تعالى تمسسه هذه سين مفتوحة تلاها سين ساكنة أمددناكم دال مفتوحة تلاها دال ساكنة ممنون ميم مفتوحة تلاها ميم ساكنة هذا هو المصطوب بالمطلق الأول مفتوح أو الأول متحرك والثاني ساكن طيب ما هو الحكم الحكم هو الإظهار قولا واحدا عند القراء العشرة جميل دائما ستجد أن المطلق إلي هو بيكون الحرف الأول فيه متحرك والحرف الثاني فيه ساكن دائما ستجد حكمه سواء في المثلين أو المتقاربين أو المتجانسين ستجد أن حكمه دائما الإظهار عند القراء العشرة كلهم لماذا؟ لأن الأصل في الإضغام أن يدغم الضعيف في القوي الأصل في الإضغام أن يدغم الضعيف في القوي والحرف المتحرك أقوى من الحرف الساكن الحرف المتحرك أقوى من الحرف الساكن فلا يدغم المتحرك في الساكن لأجل ذلك ستجد أن دائما ما يكون حكم المثلين المطلق أو المتجنسين المطلق دائما حكمه الإظهار قولا واحدا عند جميع القراء أو في جميع القراءات المتواترة العاشر ويكرر الله ينبهسا مثلين مثلين مطلق ينصر جدنا مثلين مطلق دواحا مثلين مطلق آدتيبا القراءات المتحرك كنت Waldانسل ثم سازه ثم ام بداه ثم قولا veil ثم ممنن ما بنن دسه ن ب Lane Digital قال من صلق ثم قولا ثم سازه ثم قولا ثم قولا ثم قولا وحغيرها وبالترصة وحغيرها وحغيرها المهمة وحضرها وحضره وحظره وحضره 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 حُرُكُمْ يَعْقُمْ 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 يَعْقُم yang lemah karena kaedahnya adalah yang lemah yang justru dimasukkan ke dalam yang kuat makanya secara secara sepakat seluruh ulama berkaitan مِسْنَيْن مُتَقْرَبِيَن او مُتَجَنِزَيْن مُتْلَق artinya dia yang pertama dalam keadaan berharok yang itu dalam keadaan sakin maka seluruh ulama sepakat dia diidhaharkan dia diidhaharkan dalam keadaan مُتْلَق jadi dalam keadaan مثلا مُتْلَق semuanya sepakat dia diidhaharkan نعم ننتقل الآن للحديث عن القسم الثاني وهو المُتَقَارِبَيْن المُتَقَارِبَيْن طيب ما هما المُتَقَارِبَان المُتَقَارِبَان هما حرفان تقاربا صفة ومخرجا أو مخرجا دون صفة أو صفة دون مخرجا جميل إذن الحاصل الآن أننا بناء على هذا التعريف نقول أن المُتَقَارِبَين له ثلاثة أنواع النوع الأول أن يكون هناك تقارب في الصفات والمخرج ويكون التقارب حاصل في الصفات وفي المخرج طيب نأخذ مثالا على ذلك مثال ذلك اللام والراء اللام والراء طيب اللام من أين تخرج نعم اللام من أين تخرج قلنا أن اللام تخرج من أدنى حافة اللسان إلى منتهاها تخرج من أدنى حافة اللسان إلى منتهاها والراء تخرج من طرف اللسان لكنها أدخل قليلا في ظهر اللسان من مدخل النور فالحاصل الآن أن بينهما تقارب في المخرج إذن حصل الآن تقارب في المخرج طيب ننظر إلى الصفات ننظر إلى الصفات طيب نقوم الآن باستخراج صفات اللام والراء بناء على ما درسناه في الدرس الماضي طيب كما تعلمون أن الصفات على قسمين صفات لها ضد وصفات ليس لها ضد نبدأ بالصفتين الأولى اللي هي الجهر سكت إذن ليس من ضمنهما لام ولا راء فاللام والراء كلاهما مجهور طيب كذلك ننتقل إلى الشدة والرخاوة فالحروف الشليلة أجد قط بكت ليس من ضمنها اللام والراء بقي عندنا الحروف المتوسطة لن عمر من ضمنها اللام والراء فاللام والراء كلاهما من صفاته التوسط إذن اللام والراء كلاهما مجهور اللام والراء كلاهما من صفاته التوسط طيب ننتقل للاستعلاء والاستفال ستجد أن كلاهما مستفل ننتقل للإطلاق والانفتاح ستجد أن كلاهما منفتح ننتقل إلى الإذلاق والإصمات الحروف المذلقة فر أو فر من لب ستجد أن من ضمنهما اللام والراء إذن كلاهما مذلق فالحاصل الآن أن هذه الخمس صفات كلها مشترك ما بين اللام والراء هذه مجهورة وهذه مجهورة هذه متوسطة وهذه متوسطة هذه مستفلة وهذه مستفلة هذه منفتحة وهذه منفتحة هذه مذلقة وهذه مذلقة كل هذا اتفق فيه لكن لو نظرنا للصفات التي ليس لها ضد ستجد أن اللام من صفاتها لانحراف على ما ذهبنا إليه دون الراء على القول الذي اخترناه والراء من صفاتها التكرير فستجد أنهما يختلفان في صفة واحدة فقط فلأجل ذلك قلنا أن بينهما تقارب في الصفات وفي المحرش مثل ذلك النون والراء النون والراء كذلك كلاهما مجهور وكلاهما متوسط وكلاهما مستفل وكلاهما منفتح وكلاهما مذلق جميل لكن يختلفان في الصفات التي ليس لها ضد فتجد أن النون من صفاتها الغنة والراء من صفاتها التكرير الراء من صفاتها التكرير والنون من صفاتها الغنة إذن الفارق ما بين اللام والراء في الصفات هو أن الراء من صفاتها التكرير واللام من صفاتها للحراف وهنا ما بين الراء والنون أن الراء من صفاتها التكرير والنون من صفاتها الغنة فبينهما اتفاق في جميع الصفات ما عدا صفة واحدة فقط فلأجل ذلك قلنا أن بينهما تقارب في الصفات وبينهما تقارب في المخرج كما أشارنا طبعا النون تخرج من طرف اللسان كذلك الراء من طرف اللسان لكنها أدخل قليلا في ظاهر اللسان من مدخل 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 في ظاهر اللسان من مدخل قليلا في ظاهر اللسان من مدخل Mereka berdua berbeda Maka kita mengetahui dia Tidak semua sifat sama Maka dia disebut dengan Karena tidak semua sifat Dimiliki oleh dua huruf ini sama Demikian pula Berkaitan dengan Nun dan Ro Kalau tadi kita membahas Tentang Lam dan Ro Maka di dalam Nun dan Ro Demikian pula kita mendapatkan dari sifat-sifat Yang ada Nun Gunah yang berbeda dengan Dengan Sifat tersebut bahwa Di dalam beberapa sifat yang dimiliki oleh Nun dan Ro Nun ini gunah Sementara Ro ini adalah takrir Dua huruf yang mempunyai sifat Berlawan, berbeda Dan di dalam sifat yang lain Halim Ruhullah kita mengetahui Bahwa ada Persamaan dalam Nun dan Ro Maka kita mengetahui dari Pembahasan ini dari kesimpulan Dua huruf Nun dan Ro ini Kita mengetahui Dikarenakan Nun Mempunyai gunah dan Ro Mempunyai takrir Dua-duanya Tidak seluruhnya Sama Tidak seluruhnya Sifatnya sama Maka dia dinamakan dengan Mutaqariban Dikarenakan Tidak seluruh Sifatnya sama Tidak seluruhnya 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 JSuat Tempat yang sama Tidak seluruhnya Tidak seluruhnya Tidak seluruhnya Tidak seluruhnya Test Kat said Dumpu Tnata Tidak se niżah Tidak seluruhnya Tidak seluruhnya Tidak seluruhnya Yad Sarah Maka siah S percent Seluruhya Lumpu In Tidak seluruhnya الهمس فهنا اختلاف إبا الدال مجهورة والسين مهموسة طيب الشدة والرخاوة أجد قط بكت الدال من صفاتها الشدة السين من صفاتها الرخاوة إذن بينهما اختلاف كذلك في هتين الصفتين طيب لكنهم متفقتان في الاستفال كلاهما مستفل وكلاهما منفتح وكلاهما مصمت لماذا فر من لب فليس من ضمنهما لا دال ولا سين طيب الحاصل الآن في الصفات التي ليس أو صفات التي لها ضد عندنا صفتين مختلفتين هذه الدال مجهورة والسين مهموسة الدال شديدة والسين رخوة وهتين الصفتين مختلفة طيب ننتقل للصفات التي ليس لها ضد ستجد أن الدال من صفاتها القلقلة والسين من صفاتها الصفير فالحاصل الآن أنك لو نظرت إلى الصفات ستجد أن بينهم اختلاف في ثلاث صفات في ثلاث صفات هذه مجهورة هذه مهموسة هذه شديدة هذه رخوة هذه مقالقلة هذه من صفاتها الصفير فبينهما اختلاف في ثلاث صفات فلأجل ذلك قلنا أنهما متقاربين في المخرج فقط دون أن يتقارب في الصفات دون أن يتقارب في الصفات دون أن آجل خفين الحيني دون أن يتقارب في في الصفات وأن يتقộن ست עם ري الله يتقارب في الأسف سن لايتنا سن عين ردقنا في في الصفات السنفian أن يت diesem سألت سن خفين Tapi kalau kita membahas tentang huruf-huruf tersebut secara sifat maka kita mengetahui bahwa dal dia mempunyai sifat jahar sementara sin dia mempunyai sifat hamus. Kalau kita melihat فَحَثَهُوا شَحْصُنْ سَكَتْ maka kita mengetahui dalam kalimat tersebut kita menyimpulkan bahwa dal dan sin mempunyai sifat yang berlawanan yaitu dal dalam keadaan jahar sementara sin dalam keadaan hamus. berkaitan sifat sidah dan rohwah. Dal adalah sidah sementara sin adalah rohwah. Berkaitan tentang kolkolah maka kita mendapatkan bahwa dal adalah sifatnya kolkolah ini adalah sifat yang tidak mempunyai lawan. Dan sin dalam keadaan sofir. Maka kita mendapatkan dari seluruh persamaan dan perbedaan apa yang ada di dalam huruf dal dan sin kita mendapatkan ada tiga sifat yang saling berlawanan di dalam dal dan sin yaitu jahar dan hamus, kemudian sidah dan rohwah, kemudian kolkolah dan sofir. Maka kita dari sini mendapatkan bahwa dia dal dan sin ini adalah mutaqoriban dia dekat secara mahrad tetapi tidak secara sifat. Dia dekat secara mahrad tetapi tidak secara sifat. Nauat esi zara dan hamur pad, kemudian pada umpati walauan. Maka kita teruskan bahwa kemudian oraz sifat. Uat yang ada di dalam keadaan adalah maka kita mendapatkan bahwa. Yang ada di dalam keadaan ayat-alama. تخرج من وسط اللسان طيب السين من أين تخرج؟ تخرج من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والثنايا السفلة إذن ليس متقاربين في المخرج هذه من وسط اللسان وهذه من طرف اللسان فليس بينهما تقارب في المخرج طيب لو نظرنا للصفات ستجد أن الشين من صفاتها الهمس وكذلك السين ستجد أن الشين من صفاتها الرخاوة وكذلك السين ستجد أن الشين من صفاتها الاستفال وكذلك السين ستجد أن الشين كذلك من صفاتها الانفتاح ومثل ذلك السين وكذلك الشين من الحروف المصمتة ومثلها السين إذن كل هذه الصفات بينهما تقاربون في أو نفس الصفات هذه خمس صفات تماثلا فيها لكن اختلف فقط في أن الشين من صفاتها التفشي والسين من صفاتها الصفير فالحاصل أن الآن بينهما تقارب في الصفات لماذا متفقين في خمس صفات واختلاف في صفة واحدة صفة التفشي والصفير إذن بينهما تقارب في الصفات دون أن يكون بينهما تقارب في المخرج لأن الشين تخرج من وسط اللسان وأما الشين فتخرج من طرف اللسان وهذا هو نوع أفضل خلال رحى والصف بحرين رحيو الله سلوثنًا ده مستحل مسحل سلوثنًا المتقرب خلال رحى اللحى في صفات دون مخرج يوجدوا سلوثنًا رحى وصفر نكمل أنت نتعلم صفحة سلوثنًا سلوثنًا Dan kita mengetahui dia temannya adalah jahat dengan ya. Dan kemudian sin hadirin رونيكولوه Dia keluar dari ujung lidah bersentuhan dengan gigi seri yang bawah. Ujung gigi seri yang bawah. Maka secara makroj kita mengetahui dua huruf ini tidak dekat secara makroj. Tidak dekat secara makroj. Tapi hadirin رونيكولوه kalau kita melihat secara sifat Maka kita mendapatkan bahwa shin dengan sin Dia dua-duanya adalah hames. Dua-duanya adalah rohawah. Dua-duanya adalah istifal. Dua-duanya adalah invitah. Dan dua-duanya adalah musmat. Tetapi dia berbeda dalam keadaan tafashi dan sofir. Kalau di dalam huruf-huruf yang tidak mempunyai lawan. Jadi sifat yang tidak mempunyai lawan. Maka shin dia adalah tafashi. Sementara sin dia adalah sofir. Maka kita mendapatkan bahwa kita ada lima sifat yang sama. Tetapi ada satu sifat yang berbeda antara keduanya. Dan kita mendapatkan bahwa dua huruf ini secara makroj berjauhan. Maka kita mendapatkan bahwa shin dengan sin dia adalah berkat secara sifat. Tetapi jauh secara makroj. atau mutakariban secara sifat yang berbeda antara keduanya secara makroj. Anda dijadikan bahwa Heaven yang men Veteransенного ini mempunyai wg yang hilang ter Apple langs. idetah di denganん Ampun yabh sifat yang punya kita. Jauh terdiri tika'un. ثمود ستجد أن التاء والثاء كذلك بينهما تقارب في المخرج التاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثناية العليا والثاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثناية العليا فبينهما تقارب في المخرج وإذ زيا كذلك الذال تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثناية العليا والزاي تخرج مع أحرف الصفير من طرف اللسان مع ما بين الثناية العليا والسفلة فبينهما كذلك تقارب في المخرج إذن هذه أمثلة على المتقاربين طيب المتقاربين حكمه يختلف تبعاً للمواضع التي سنذكرها الآن المواضع التي سنذكرها الآن ستجد أن حكم المتقاربين فيها هو الإدغام الموضوع الأول هو القاف في الكاف وعندما نقول القاف في الكاف تأخذ من ذلك معلومتين المعلومة الأولى أنه ينبغي أن تكون القاف هي الأولى والكاف الثانية بمعنى أنه لو كانت الكاف الأولى والقاف الثانية فليس هذا هو الموضع المقصود ينبغي أن تكون القاف هي الأولى والكاف الثانية كذلك المعلومة الثانية أن القاف ساكنة والكاف متحركة طيب القاف ساكنة ووقعت أولاً والكاف متحركة ووقعت ثانياً هذا لم يأتي في كتاب الله عز وجل سوى في موضع واحد فقط هو موضع سورة المرسلات قول الله تعالى ألم نخلقكم هذا الموضع الحكم فيه الإدغام الكامل ما معنى الإدغام الكامل؟ معنى ذلك أن القاف ستدغم في الكاف إدغاما كاملا فلا يبقى للقاف أثر ستزول القاف ذاتا وصفة لا يبقى لها أي أثر بمعنى أننا سننطق بكاف واحدة مشددة نقول ألم نخلقكم 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 تنتق بكاف واحدة مشددة في هذا الموضع الموضع سورة المرسلات baik, حيث الله kita masuk ke dalam pembahasan ceronjia adalah متقاربان سوغير متقاربان سوغير kita mengetahui متقاربان سوغير adalah huruf yang dia dalam keadaan sakin bertemu dengan huruf yang dalam keadaan متحارik huruf yang dalam keadaan sukun bertemu dengan huruf yang dalam keadaan berharakan dalam contoh ini beliau memberikan contoh فَكَدْ دُرْلَ فَكَدْ دُرْلَ فَكَدْ دُرْلَ فَكَدْ دِرْلَ ini ada dal kemudian bertemu dengan dot kita mengetahui dal dari ujung lidah dan dot kita mengetahui dari هَفَتَلِسَنْ dari samping lidah yang bersentuhan dengan geraham kemudian memanjang ke depan kemudian tak dengan sa tak dengan sa kita mengetahui tak dari ujung lidah bersentuhan dengan ujung pangkal gigi yang atas dengan sa kemudian di ujung atas dari gigi dia dekat وَإِذْ زَيَّنَ وَإِذْ kita mengetahui dari gigi ujung atas bersentuhan dengan ujung lidah yang kita bersentuhan dengan ujung lidah kemudian za kita bersentuhan antara ujung lidah dengan gigi yang bawah ujung gigi yang bawah maka hukumnya hadirin rakyatullah dalam keadaan ini berbeda seperti apa yang akan dijelaskan di dalam pembahasan berikut yang pertama adalah fa kof dengan kaf kof dengan kaf dalam keadaan ini hadirin rakyatullah yang pertama adalah kaf yang kedua bertemu yang ini adalah kaf secara urutan kof dulu kemudian bertemu dengan kaf di dalam sebuah tempat yang kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempertemukan dua huruf ini di dalam Al-Quran kecuali di dalam sebuah kalimat saja di dalam surat Al-Mursalat di dalam surat Al-Mursalat dan keadaan ini menyebabkan dua huruf ini terbaca dalam hukum pertama dibaca dalam keadaan idgum kamil yang dimaksud dengan idgum kamil hadirin rakyatullah bahwa huruf ini secara mutlak dia bersambung dan kemudian huruf kafnya hilang dimasukkan ke dalam kaf dan kemudian kafnya musyaddadah kafnya musyaddadah atau bertajdid alam nakhlukum di dalam surat Al-Mursalat di dalam surat Al-Mursalat maka disini disebutkan maka disini disebutkan hukum ini menjadi idgum kamil idgum kamil seperti kita ketahui adalah menghilangkan sifat dan zat menghilangkan sifat dan zat jadi sifat dari huruf kaf seluruhnya hilang masuk ke dalam kaf zatnya juga dihilangkan jadi kaf dianggap tidak ada lagi maka kemudian menjadikan kafnya bertajdid nah ini yang menjadi pembahasan yang pernah ada atau contoh yang pertama namsyadadah الموضع التالي طبعا هذا الموضع الأول هو القف في الكاف هذا هو الموضع الجديد الذي سنأخذه أما ما سأذكره الآن فقد مر معنا من قبل مر معنا من قبل لكن أنت فقط الذي تعرفه الآن يعني تتعرف أن هذا الحكم الذي مر معنا من قبل هذا التقارب يعني أنا الذي أريده منك أن تحفظ هذا الموضع الأول الذي ذكرناه فقط القاف في الكاف وما سأذكره الآن تعرف فقط أن الحكم فيه من سبيل التقارب وإلا فأنت تعرف هذا الكلام من قبل طيب ما ما هو الموضع الثاني اللام في الراء نحو وقول الله تعالى وقرب مر معنا هذا الكلام في درس اللامات السواكن تمام لكن الذي نعرفه الآن الجديد أننا تعرفنا أن هذا الحكم هنا إضغام من قبيل التقارب من قبيل التقارب طيب الموضع الثاني لام التعريف في الأحرف الشمسية ما عدا حرف اللام دع سوء ظن ننزل شريفا للكرم هذه الحروف اللي هي الحروف الشمسية إضغام لام التعريف فيها جميعها من قبيل التقارب ما عدا إضغام لام التعريف مع حرف اللام فالإضغام فيه من قبيل التماثل وليس من قبيل التقارب مر معنا هذا الكلام من قبل كذلك إضغام النون الساكنة في حروف يرملون باستثناء مع بقية أحرف يرملون فهو من قبيل التقارب يبقى كل الكلام هذا كل هذا كلام مر معنا من قبل أنت لن تحفظ شيئا جديدا فقط تعرفت على أن هذه الأحكام التي أخذتها من قبل الحكم فيها من قبيل التقارب طيب كذلك قد يكون المتقاربين حكمه الإخفاء حكمه الإخفاء وهذا في النون الساكنة والتنوين مع حروف الإخفاء الحقيقي باستثناء حرف الكاف والقاف مر معنا هذا كلام من قبل أتغام النون الساكنة والتنوين مع حروف الإخفاء كلها لكن الذي تعرفتنا عليه الآن أن إتغام النون الساكنة والتنوين مع جميع حروف الإخفاء من قبيل التقارب مع عدل كاف والقاف سيأتي معنا حكمها من قبيل ماذا في البلوس المقبلة إن شاء الله. آخر شيء هو الإقلاب وهو يكون في إدغام النون الساكنة والتنوين مع حرف الباء وهذا كذلك مرة معنا من قبل أن النون الساكنة إذا أتى بعدها حرف الباء يكون حكمها الإقلاب لكن الذي تعرفه الآن أن هذا الحكم حكم الإقلاب هو من قبيل التقارب والإظهار فيما سوى ذلك فإذا أتى أي شيء خلافا لهذه الحالات الثلاثة التي ذكرناها الإدغام والإخفاء والإقلاب أي شيء بخلاص هذه الحالات الثلاثة يكون حكمه الإظهار حديث الله kita mengetahui bahwa pembahasan yang tadi disampaikan oleh شيء adalah pembahasan yang baru yang kita ketahui sesuatu yang baru berkaitan tentang huruf-huruf yang dibahas di di tadi sifat yang pertama yang terjadi di dalam kaitan التقارب. Dan kemudian حديث الله apa yang akan kita bahas sekarang adalah sebuah pembahasan yang sebetulnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Hanya saja di dalam kaitan ini حديث الله pembahasan disini hanya untuk memberikan penekanan saja pengetahuan kepada kita semua berkaitan hukum yang terjadi bahwa disini ada التقارب. Nah disini ada pertemuan antara alam dengan dalam kalimat kurrabi. Dalam kalimat kutu'abi. Ini pembahasan sudah ada. Dan di pertemuan sebelumnya dalam pertemuan babul lamad. Dan kemudian disini juga lamut ta'rif hadirin rahimullah. Ini juga berkaitan tentang korub. Pembahasan tentang korub sehingga dimunculkan di dalam babta korub ini hanya untuk memberikan penekanan kembali. Lamut ta'rif di dalam ahrup syamsiyah. Dan kecuali lam kecuali lam kita mengetahui bahwa ketika di dalam lam ta'rif kecuali lam maka dia termasuk tekorub. Kecuali lam dengan lam dia maksudnya adalah tamasul. Kemudian nun sakina watanwin fi ahrup lam di dalam lam dalam biar maluna kemudian kecuali nun. Karena nun bertemu dengan nun kita mengetahui dia dalam keadaan tamasul. Dan ini zakarna lam yarwi ia nafsah yarmulun lakin bidunan nun. Lam yarwi ya yarmulun bidunan nun. Lam yarwi hadirin rahim maksudnya adalah di dalam kecualinya dikecualikan nun dalamnya. Lam yarwi maksudnya adalah di dalamnya dikecualikan lam malun dikecualikan nun. Sehingga dikarenakan nun bertemu nun dia dalam keadaan tamasul. Kemudian hadirin rahim Allah hukum selanjutnya adalah ikhva. Ketika nun sakin watanwin ma'ahruf al-ikhva dikaren nun sakin nun yang dalam keadaan sukun watanwin dan tanwin ma'ahruf al-ikhva bersentuhan dengan huruf-huruf ikhva al-hakiki huruf-huruf ikhva al-hakiki ma'ada kaf wa kaf kecuali dikecualikan adalah kaf dengan kaf maka di dalam huruf-huruf ikhva ini juga masuk ke dalam kaitan pembahasan ini takar dan kemudian al-iklam hadirin rahim nun sakin bertemu dengan tanwin ma'alba nun sakin bertemu dengan tanwin ma'alba jadi nun sakin atau tanwin bertemu dengan bak dan hukumnya adalah ikhlam ini juga termasuk di dalam huruf maka hadirin rahim dikecualikan dari hukum-hukum di atas tadi maka huruf-huruf tersebut diidharkan di ma' siwadhali di antara mengecualikan huruf-huruf yang di atas kita masuk ke dalam pembahasan idhar dalam pembahasan idhar nah menyebabkan al-an ya yu'adin ya ma'alba ma'alba hafif silahkan silahkan di-onkan mikrofonnya ahizul kifli ahizul kifli ada pertanyaan silahkan di-onkan yang lain ada pertanyaan ahizul kifli silahkan di-onkan mikrofonnya belum on mikrofonnya ahizul kifli assalamualaikum ya seh ini ada pertanyaan saya sudah setahun lebih saya mencari jawabannya ini belum ketemu saya tanya kepada guru-guru ini masalah mutakwaribain yang eh salah mutamisi lain ya mutamisi lain yang bertemu pertama harokat yang keduanya huruf-huruf sukun yang mutlak ishar mutlak itu seh jadi pada ayat manansah dan wanun siha itu kan sama-sama itu seh pertama berharokat kedua sukun tuh sedangkan hukumnya adalah ishar yang ingin saya tanyakan ishar itu apakah dua-dua huruf nunnya dibaca ishar atau hanya huruf nun pertama saja yang ishar sebab pada kondisi ayat manansah disitu nun keduanya dalam kondisi ikhva pada huruf sin jadi apakah hanya nun berharokat fathahnya saja yang di isharkan sementara nun keduanya yang sukun itu tetap dalam kondisi ikhva ataukah dua-duanya harus ishar sehingga nun sukun bertemu huruf sinnya tidak usah diikhvakan sekian pertanyaan saya syukur jazak Allah menyebabkan menyebabkan برضو من قبيل التقارب لأن معلوم أن النون ساكنة بعدها حرف السين يكون حكمها الإخفاء فالآن عندي حكمان النون مع النون النون مع النون هذا من قبيل التقارب من قبيل التماثل المطلق من قبيل التماثل المطلق فالحكم فيه الإظهار النون الأولى مع النون الثانية من قبيل التماثل المطلق فالحكم فيه الإظهار والنون الثانية مع السين هذا الحكم فيه اللي هو الإخفاء من قبيل التقارب على سبيل التقارب كذلك نفس الكلام ننسها ننسها نون هذه النون الأولى مع النون الثانية الحكم فيها التماثل المطلق جميل فالحكم فيه الإظهار لكن النون مع السين ننسها النون مع السين هنا الحكم فيها الإخفاء من قبيل التقارب ما ننسخ وننسها ما غيرت 2 حكم yang pertama dia إظهار secara تقارب dalam متلق kemudian tetapi dalam nun dengan sin maka dia تقارب tetapi dia nun dengan sin kita mengetahui ada hukum إخفاء di dalamnya demikian pula dalam kalimat tamasul di dalam nun dengan nun di sini tetapi dalam keadaan إظهار di dalam mutlak maka dia dalam keadaan إظهار maka dia mutlak kemudian tetapi ketika bersentuhan antara sin dengan nun dengan sin maka dia إخفاء maka dia takarub maka tadi disampaikan oleh sheikh seperti itu cara pembacaannya maka dia ada dua hukum yang terjadi yaitu إظهار dengan إخفاء seperti itu Zulkifli ada yang perlu dijelaskan kembali berarti poinnya gini ya seh ya hukum إظهار mutlak itu untuk hukum jatuh pada huruf pertamanya yang berharokat ya seh ya sama seperti إظهار إظهار halki berarti dia dibaca إظهار itu huruf suku pertamanya atau إخفاء maka yang dibaca إخفاء itu huruf pertamanya bukan huruf berduanya jadi حكذا إظهار يعني إظهار يعني الأول يعني يسقط في الزهر بسبب الأول حكذا قال أو كيف إظهار يعني يعني ما فهم يعني إخفاء 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 ya begini kalau dibilang إظهار إظهار mutlak masalah yang من صح tadi kan nanti ada salah persepsi bagi awam itu seh sebab nanti akan timbul pemahaman bahwa dua-dua hurufnya harus dibaca إظهار sementara pada kalimat من صح itu من صح itu kan yang إظهار cuma huruf من حرك فتح saja sedangkan من سوك dia tidak إظهار berarti dengan begitu maka semua suruh hukum tajud masalah إظهار إخفاء إقلب juga mutak ربان mutaj إن itu jatuh hukumnya pada huruf pertamanya ya misalnya dia dibaca إظهار maka huruf pertamanya dibaca إظهار berarti pada kalimat من صح yang berhukum إظهار mutlaknya hanya huruf nun berharokat patahnya sementara huruf nun yang sama huruf mutamisi lainnya yang sama disitu kan dia tergantung hukum pada huruf di depannya kalau dia إخف ya إخف kalau إخل إخل jadi tidak mesti mutlak إخل 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 pada huruf pertama begitu pula pada hukum إخل إخل dan hukum-hukum yang lainnya maka hukumnya jatuh pada huruf pertama itu yang saya tanyakan menyesal ya 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 yakisah ya ya yas misal mungkin selamat jatuh ya ya yas akhir yas 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 هذا الذي يقصده هذا غير صحيح لماذا لأن حكم الإظهار هنا خاص من الذي سيظهر الذي سيظهر النون الأولى لما نقول مثلا حكم المتقاربين مثلا حكمه الإظهار المقصود بالإظهار من الذي سيظهر الحرف الأول فعندما أقول ما ننسى فالحرف الأول هو الذي أظهر وكذلك في حكم الإخفاء من الذي سيظهر الحرف الأول وهي باعتبار النون الثانية أعوه 있죠 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 السلام عليكم لا يعني اللام مشددة يمد اللام المشددة كيفاشا تقصد أنه يعطيه زمنا أطول طيب هنا ينبغي التنبه لأنها قد أشرنا من قبل في درس الميم والنون المشددتين أن الحرف المشدد زمنه أطول من الحرف الغير مشدد إذن فينبغي هنا أن أعطي اللام المشددة زمنا أطول من اللام الغير مشددة هذا ابتداء جميل لكن لا ينبغي أن يبالغ في هذا الزمن لأنها ليست غنة يعني مثلا لا أقول ولا الضالين هكذا قطأ لأنها ليست غنة حركتين إنما ينبغي أن أعطيه زمنا أطول قليلا من الحرف الغير مشدد كذلك ينبغي الإشارة إلى أمر آخر أن الحرف الحروف المتحركة زمنها جميعا لها زمن واحد أي حرف متحرك زمنه واحد يعني سواء كان هذا الحرف شديدا أو رخوا أو متوسطا فطالما أن الحرف تحرك فزمنه واحد لكن إذا سكن الحرف فيختلف زمن الحرف تابعا لحالته إذا كان شديدا أو كان رخوا أو كان متوسطا فالحرف الساكن إذا كان رخوا فهو أطول الحروف زمنا تمام وإذا كان متوسطا فهو في المرتبة الثانية وإذا كان شديدا فهو أقلها زمنا إذن الحروف الساكنة من حيث زمنها من حيث النط ستجد أن الحروف الرخوا هي أطول الحروف الساكنة زمنا يليها الحروف المتوسطة يليها الحروف الشديدة طبعا اللام هنا حرف متوسط ومعلوم أن الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين لام ساكنة تلاها لام متحركة في النطق يعني جميل تلاها لام متحرك فشاهد أنك ستعطي اللام هنا زمنا أطول قليلا لكن لا ينبغي أن تبالغ في ذلك حتى توصلها وكأنها حركتين فتقرأ هكذا ولا الضالين هكذا تعطيها زمنا أطول قليلا لكن لا ينبغيه في ذلك نعم Jawabannya adalah kenapa huruf لام di situ lebih panjang karena kita mengetahui bahwa syددah di situ mempunyai memanjangkan huruf kita mengetahui bahwa huruf-huruf syددah dibaca lebih panjang daripada huruf-huruf yang tidak syaddah ini kita mengetahui di dalam huruf-huruf yang متحرك huruf-huruf yang berharokat bahwa huruf yang berharokat ini mempunyai waktu pembacaan sama semuanya لكنه مختلفة في الوصول ونحن نتعرف بها ذا القرن وإنشاء الله نلتقي في اسبوء القادم يا شيخنا أفوان ونحن نتعرف بها ذا الاسبوء بارك الله فيكم أفوان إعفوان وإنشاء الله فيك